موسيقى إذن بلاغوا الدواني الملكي على إتر الحديث المفجع الذي أودى بحياتي الطفل ريان أورام أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام والد الفقيد الذي وفته ألمانية بعد سقوطه في بئر وبهذه المناسبة المحزنة أعرب جلالة الملك نصره الله عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه دعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسح جنانه وأن يلهم دويه جميل الصبر وحسن العزاء في فقدان فلدة كبدهم وقد أكد جلالة الملك أعزه الله بأنه كان يتابع عن كتب تطورات هذا الحادث المأساوي حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي دعي ربه راضيا مرضيا كما عبر جلالته حفظه الله عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بدلتها مختلف السلطات والقوات العمومية والفعاليات الجمعوية ولتضامن القوي ولأتعاطف الواسع الذي حضيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر المغربية في هذا الدرف الأليم وفي الختام أكد جلالة الملك لأسرة الفقيد سابق عطفه وموصول عنايته شكرا شكرا اشتركوا في القناة